لا تزال عملية البحث عن جثة تعون الحماية المدنية عشور محمد اليوم السادس على توالي وقد قامت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة بدورات تكوينية لفائدة متطوعين أن تلقوا دروسا في الإسعافات الأولية كما تم استدعاؤهما عند الضرورة وتم استدعاء أيضا بعض المصعفين الجواريين الذين تلقوا تكوينا بهدف تمشيط بعض ضفاف الأودية خالد شودار هذه المصعفين المتطوعين هم مواطنين وممطن دي فونكسيونير رانا نعيطوا لهم رانا يجوا يقرأوا وكل شيء لكن عندنا مشكلة يعني نطلب مذابية من المسؤولين انتع هذا الناس الموظفين هذو نطلب إن شاء الله ما يعرقلوا الهمش بسكو كونا كونا رانا في الفين متطوع لكن المشكلة كيرا نعيطوا لهم المشكلة كيرا نعيطوا لهم يقول لك لا ريكيزيسيون ما حبش يطلقني المسؤول لاخر كل واح احنا مسعفين متطوعين جواريين انا من دفعات 2015 تلقينا تربوس من طرف مدرية الحماية المدنية واليوم رانا بنا نداء مدرية الحماية المدنية لعيطونا باش نساهموا معهم في البحث عن الضحية بنا نداء والحمد لله ناجينا وقدروا نعونه بالمستطاع ان شاء الله وهذا هو اللي قدرنا ندرناه وان شاء الله نلقى وخونا محمد انا نديرو التمشيط للوات ننفلو فيه بلاعقل واحد واحد ونقورو بلينا ننعودو ننفتحوه ننضيفها في النهار نحوسو فيهم وانو كينا شك في بلاسة نحوسو فيها وهذا قمال